أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش الأمريكي وقوات التحالف دمر تائرة بدون طيار وقاربا مسيرا عن بعد أطلقت هما ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر جاء في البيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ أن ظروف وتطورات الإقليمية منذ حرب غزة أسرت على اليمن وحالت دون تحقيق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة في وقتها المحدد مع بداية شهر رمضان المبارك لتسهيل حياة المدنيين وظروف معيشية مؤكدا أن الجهود متواصلة لتحقيق ذلك كنا نأمل وكان اليمنيون يتوقعون أنه مع حلول شهر رمضان المبارك سنتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية في اليمن وكنت أتمنى أن أطلعكم على الاستعدادات لعملية سياسية شاملة حيث كان ينبغي لموظفي القطاع العام في جميع أنحاء اليمن أن يتقادوا رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وكان ينبغي استأناف صدرات النفط وهو ما كان من شأنه أن يتيح تقديم خدمات أكثر فاعلية وتحسين الظروف الاقتصادية مثل ما كان ينبغي أن يكون لدينا اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح السجناء والسماح لأحبائهم بالعودة إلى منازلهم في الوقت المناسب لشهر رمضان ورغم أن هذه الأمال والتوقعات لم تتحقق حتى الآن فأن جهودنا في وضع السيغة النهائية لخارطة طريق الأمم المتحدة في اليمن وتنفيذها لتزال مستمرة دون أي رادع وحضر المبعوث الأممي إلى اليمن من إطالة فترة التصعيد في اليمن أنها ستعقد مهمة الوساطة معتبرا أن الأطراف اليمنية قد تنجر مرة أخرى لحقبة جديدة من الحرب كلما طال أمد استمرار التصعيد في اليمن أصبحت إمكانية الوساطة أكثر صعوبة ومع تزايد المصالح من المرجح أن تغير أطراف نزاع في اليمن حساباتها وأجنداتها التفاوضية وفي أسوأ السيناريوهات يمكن للأطراف أن تقرر الانخراط في مغامرة عسكرية محفوفة بالمخاطر تدفع اليمن مرة أخرى إلى حقبة جديدة من الحرب أدان السفير الأمريكي لدى اليمن بأشد العبارات هجوم الحوثيين ضد المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء حيث استخدموا المتفجرات لتدمير العديد من المنازل على الرؤوس سكنيها معظمهم من النساء والأطفال وصف هذا الاستهداف بالوحشي مضيفا أن عدم الاستقرار والمعاناة ما زالا مستمرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بدورها بعثة الاتحاد الأوروبي عبرت عن صدمتها الشديدة من التقارير التي نشرت حول مجزرة رداع وصفة الجريمة بالمروعة إذ شكلت انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان مطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها السفارة البريطانية لدى اليمن أدانت بشدة مجزرة رداع وصفتها بالمروعة موضحة أن المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح تسقط بسبب تصرفات الحوثيين المتهورة بينما أدانت السفارة الفرنسية لدى اليمن أيضا بأشد العبارات تبجير المنازل في رداع حيث عبرت عن قلاقية الشديدة بما ارتكبوا الحوثيون بحق المدنيين واعتبرت المجزرة انتهاكا جديدا لحقوق الإنسان من القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس الدائرة العالمية في المؤتمر الشعبي العام اليمنى الدكتور عبد الحفيظ النهاري أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث بعثت الاتحاد الأوروبي عبرت عن صدمتها من ما قام به الحوثيون من هدم منازل على رؤوس ساكنيها وأيضا المجتمع الدولي الدول الغربية عدة نددت أيضا بما قام به الحوثيون ما الذي يعني ذلك؟ هل يمكن البناء على تلك التنديدات؟ صباح الخير عليك ضحى وعلى أستاذ المشاهدين طبعا هذه الجريمة البشعة والنكرة استنكرة لها العالم ومنه الاتحاد الأوروبي والجانب الأمريكي والبريطاني وكل المحافل الدولية لأن الجريمة بشعة جدا وترتقي إلى أشد الجرائم ضد الإنسانية وطبعا نحن مع هذا الاستنكار الدولي والإقليمي مثل هذه الجريمة البشعة وتصاعد مثل هذا الاستنكار ولكننا نتطلع إلى أن تتحول هذا الاستنكار لهذه الجريمة البشعة إلى أدوات تحد من هذه الجرائم ومن ممارسات الميليشيا الحوثية أدوات مثل ماذا؟ الإرهابية ضغوط دولية وسياسية وعسكرية تشمل منع تهريب الأسرحة إلى الحوثيين وتنفيذ أجندة تصنيفهم كجماعة إرهابية على المستوى الدولي ومحاولة تصدي الحازم والحازم لمثل هذه الانتهاكات لأن هذه الممارسات استمرت منذ نشوء هذه الجماعة الإرهابية الطائفية المسلحة في صعدة حتى اليوم وهي تمارس هذه الجريمة المتمثلة في تفجير منازل المدنيين من الخصوم بداية من محافظة صعدة وما حولها أثناء التمرد وعبر عشر سنوات أخرى من الحرم المسلحة دكتور عبد الحفي دائما الحوثيون يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في هذه الجريمة هم فجروا منازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين اليمنيين ما الذي يعني ذلك في هذه المرحلة وكيف يمكن استثمار ذلك واستغلاله لتعريت هذه الأهداف الحقيقية من وراء ما تقوم به ما يقوم به الحوثيون في اليمن نعم الميليشيا الحوثية بعد كل تفجير لمنازل اليمنين تؤدي الصرخة الموت لإسرائيل الموت لأمريكا بعد كل تفجير تمارسه على منازل المواطنين طبعا ما قامت الميليشيا الحوثية بتفجيره حتى الآن خلال عشر سنوات من الحرب بلغ أكثر تجاوز بكثير ما قامت به إسرائيل من تدمير منازل الفلسطينيين إذا استثنينا ما يحدث اليوم في غزة الميليشيا الحوثية دمرت ثمانمائة وعشرة فجرت ثمانمائة وعشرة منازل خلال هذه الحرب لخصوم مدنيين الميليشيا الحوثية فجرت أكثر من خمسمائة مسجد على امتداد اليمن ما بين تدمير للمساجد أو نهبها أو اقتحامها أو مراكز تحفيظ القرآن الميليشيا الحوثية دمرت في محافظة البيضة لوحدها 188 منزلا فجرت 188 منزلا يليها محافظة تعز التي فجرت فيها أكثر من 150 منزل وشمل التفجير 17 محافظة يمنية ومنها محافظة الصعدة التي بلغ تدمير المنازل فيها تجاوز المائة منزل ولكن هذه المرة بالتحديد وبعد كل التفجير هذه المرة بالتحديد دكتور عبد الحفيظ بالإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي بدءا من الاعتراف أصلا بهذه الجريمة ثم بعض الإجراءات كبعض الإقالات هل هي كافية لإقناع اليمنيين بأن ما حدث كان عن طريق الخطأ هذا لذر الرماد في العيون إذا كان هذا الفعل خطأ فماذا عن 811 تفجير لمنازل اليمنيين خلال عشر سنوات هذا تدمير ممنهج ورثته الميليشيا الحوثية عن العهود الإمامية التي استمرت خلال أكثر من ألف عام أو ألف ومائتين عام في تدمير منازل الخصوم وإحراق مزارعهم ونحب ممتلكاتهم وهي اليوم تجتر نفس هذه الممارسة الإمامية وتعيد إنتاجها وبشكل ممنهج ومع سبق الإصرار والترصد بل هي توثق وتصور هدم كل منزل تقوم به وكل هذه المنازل التي هدمتها موثقة بل أنها أذاعتها في بحطاتها التلفزيونية وهي موثقة لدى جهات حقوقية ولدى منظمات مختصة تقوم باللحصة والمتابعة والرصد وهي أفعال مع سبق الإصرار والترصد وليست بالخطأ ولكن هذه العملية كانت مؤثرة جدا وهزت الميليشيا الحوثية لأنها تزامنت مع إدعاءاتها أنها تنصر الفلسطينيين ضد ما تفعله إسرائيل بينما هي تمارس ممارسات لا تختلف على الممارسات الإسرائيلية في فلسطين وفي غزة نائب رئيس الدائرة العالمية في المؤتمر الشعبي العام اليمنى دكتور عبدالحفيظ النهاري كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا